يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدبا وخلقا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين حياكم الله أيها الأحباب الكرام وهذا هو الدرس التاسع من دروس صحيح كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى وما زلنا في كتاب الإيمان عند باب تحريم الكبر وبيانه فضل يا أكرم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إذن يا أخوان هذا كتاب باب تحريم الكبر وبيانه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قلنا أكثر من مرة عندما تأتي أمثال هذه الأحاديث لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة قتات لا يدخل الجنة من غير منار الأرض فهذه كل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كلها مصروفة عن وجهها بمعنى أنه لا يدخل الجنة وهو على هذه الحال السيئة من الكبر فإما أن يعفو الله عنه وإما أن يطهره بالنار حتى يزيل هذا الكبر من قلبه يعني جن فيه واحد متكبر ما تزبط فما يدخل الجن وهو متكبر حتى يغفر الله له أو يعاقبه نعم فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال له أنا أحب أن يأتيني بتيابة بالبس طأم بالبس غرافي بالبس ساكو بشيل سمسونايت مثلا بالبس كندرا غالي أنا أحب أن تكون فقال صلى الله عليه وسلم ليس هذا إن الله جميل يحب الجمال هذا مو كبر الكبر بطر الحق وغمط الناس أنك أنت يعني تحتقر الناس بطر الحق وغمط الناس أنك أنت تعرف أن الحق مانو معك والظلم وصر عليه وهذا الشيء الآن صاير كثير بالحوارات اللي عم نشوفها أحيانا وبوسائل التواصل أحيانا الإنسان بيعرف أنه هو على خطأ على باطل لكن يصر على رأيه فهذا من الكبر فيرفض أن يعتذر أو يتنازل وأحيانا يتعالى على الناس ما أبو أحمد بيقول أنه نفسيات بيحط اللون على تويتر أخونا فادي بيحط أنه اللي بيقول هيك هدول النفسيات والما بيقول هيك تويتر كله صعر نفسيات هو أساسا يعني تطبيق النفسيات نعم وقول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال اختلفوا في معناه فقيل إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه الشرع يعني مثل هنا إن الله جميل ليس من أسماء الله الحسنى مثلا الجميل يعني هل نقول مثلا الله جميل ممكن مثلا نقول واحد شوف وردي حلوي مصبوغة باللون الأحمر يقول سبحان الصباغ مثلا فيصف الله سبحانه وتعالى بأشياء لم يأتي ذكرها ولم ينهى عنها ما في ناهي عنها الإمام نوي يقول اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه يعني المسألة فيها خلاف فيه هناك من أنكر واحد يقول لك يا أخي ما بيجوز تقول عن رب العالمين الصباغ لأنه هذا ليس من أسمائه الحسنى وليس من صفاته العليا واحد يقول لك طالما لم يرد نص ينهى عن ذلك فلا معنى منين استدلوا؟ استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال لم يرد في أسماء الله الحسنى اسم الجميل قوله عليه الصلاة والسلام مثل ما أنه لا يدخل الجنة في قلبه مثقال ذرة من كبر حال دخوله الجنة قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل ظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازات إن جازاه وقيل هذا جزاؤه لو جازاه وقد يتكرم بأن الله تعالى يعفو عنه وقيل لا يدخلها مع المتقين أول دفعة هذا المتكبر يعني لا يدخل الجنة قيل لا يدخلها مع المتقين أول مرة أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان فمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود فيها يعني بمعنى يعني هنا يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان طيب ما في مؤمن مننا إلا عنده مثقال حبة خردل من إيمان يعني حتى الزنات حتى اللصوص حتى المجرمين حتى الحكام اللي بيقطعوا المعارضين تبعيتهم عندهم ذرة إيمان أحيانا بتلاقيه عن بيسبح أحيانا بتلاقيه عن بيدعي أحيانا طيب هذا كيف لا يدخل النار قال لا يدخل النار دخول الكفار المخلدين فيها ولكن يدخلها دخول المسلمين المعذبين المعاقبين فيها يعني هو مسلم وعاصي ومذنب ومسرف وفاسق وسارق لكن عنده لا إله إلا الله بيدخل عن النار بيتعذب فيها بقدر معاصيه ثم لا يخلد في النار ليش؟ لأن حكينا من قبل أنه عنده لا إله إلا الله وعنده عقيدة صحيحة فيخرج من النار ويدخل الجنة تفضل يا حشتام باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نومير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة نعم عن أبي سفيانا عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتاني؟ رايحة الصفاء ما الموجبتاني؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار وعن المعرور بن سويد رضي الله عنه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق هذا الحديث مر معنا سابقا وشرحناه وقلنا أنه المقصود يعني أنه يعاقب على فعلته لكنه لا يعذب في النار ولا يخلد فيها خلود الكفار ينام طيب رجعت لك رجعت عند وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا معاذا وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي زبير عن جابر أن النبي الله لا في حديث قبله لا يسقبله أن أبا ذر حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار لا في قبل أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر يعني معروف أن سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يعني كان عنده شدة في الدين وكان عنده مذهب اقتصادي خاص به يعني كان هو يرى بأن كل مال زاد عن حاجة الإنسان فهو كنز يحاسب عنه يوم القيامة ويعذب عنه وطبعا هذا القول غير صحيح يعني الكلام الصحيح فضل أخيهات الله يزيك الخير أطيه كلا تمام أيخونا القول الصحيح هو قول الجمهور بأن كل مالين أديت زكاته فهو ليس بكنز ومهما كان كثيرا واحد عنده مئة مليار فأنا أقصد كلمة كنز المال المكنوز المكنوز اللي جاء الوعيد عليه في القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولانفقونا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تحماع عليها جنو فأبو ذر رضي الله عنه يرى بأنه كل مال ما هو شرط أنه يعني تدفع الزكاة حتى كل مال زاد عن حاجتك فهو كنز فعنده مذهب اقتصادي بهذا الموضوع وكان يعني يروي أحاديث في ذلك ويتشدد ويفتي للناس في المدينة حتى اختلف مع عثمان رضي الله عنه وكان الخليفة فأخرجه من المدينة أو طلب منه الخروج من المدينة حتى لا يفتن الناس بهذه الفتوى يعني الغير صحيحة طيب فإذا أبو ذر كان عنده شدة فلما قال عصاته السلام أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق النبي صلى الله عليه وسلم يبينا أن المسلم قد يرتكى بالمعاصي وقد يرتكى بالكبائر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ما بسأ الله بيغفر لهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيمة عامل مئة سيئة بصيره مئة حسنة فهذا من فضل الله وكرمه أبو ذر رضي الله عنه يعني ما بحبك لا هذا طبعا هذا يا أخي هذا يعني يعود على حسب طبائع الناس هلأ نحن حتى عندنا في الشرع عندنا رخص ابن عباس وعزائم ابن عمر ابن عمر كان يأخذ من الأقوال بأشدها وكان يعني يفعل الأشياء يعني إذا مسأله الحكم فيه سلم درجتين هو بيأخذ الدرجة الفؤانية ابن عباس بيأخذ الدرجة التحتانية فبتلاقي بعض العلماء يعني كلاهما قوله صحيح وإلو مستند من الشرع مثل ما قلنا هلأ توان جوز واحد يقول لك مثلا شي شيخ يعني يقول لك ما بجوز تقول الصباغ ليش بيقول لك لأنه ما ورد هذا بس ما ورد شيء ينهى واحد يقول لك لا جائز مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر أنه هي المسألة خلافية فأحيانا تجد أنت في المسألة الخلافية من يفتيك بالشديد واحد يفتيك بالسهل يعني طيب شو الأقرب إلى السنة إذا كان عندنا كلاهما يعني قولين صحيحين السنة ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار إيسرهما ما لم يكن معصية فإن كان معصية كان أبعد الناس عنهم أنا أنصح الإنسان بنفسه ياخد بالوراء ياخد بالأفضل للناس يفتي بالأيسر حتى ما يشدد على الناس ويضيق على الناس ما هو بالعكس لأنه لحالنا منفتي بالأيسر وللناس منصعب عليهم طبعا هذا نحكي للمفتم ونحن طبعا نحكي نحن لأهل العلم والاختصاص لا أنا لم أتعنا طالب علمي طويلي طيب سيدنا باب تحريم قتل الكافر باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله عن عبيد الله بن عادي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجر فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال صعب أنك لا يجوز أنك تقتل إنسان بعد أن قال لا إله إلا الله وإن كان الظروف يغلب على الظن أن هذا الإنسان قالها تعوذا من السيف خوفا من السيف يعني خوفا من القتل لكن قد يكون واحد على مليون أنه فعلا أسلم هو بهاللحظة ووقع الإسلام في قلبه فقال لا إله إلا الله فأنت تكون قد قتلت مسلما وهذا جريمي يعني دائما الشرع بغلب غلبة الظن يعني حسن الظن يعني أن ينجو مئة مجرم أفضل ما نقتل واحد مظلوم الحكام عندهم بالعكس الآن الظلام والحكام عندهم بالعكس مثلا طلعت ثورة الثورة هذا الحي كله مثلا دارية فيها مئة ألف إما كله نثور فيها ألفين ثائر بيقصف البلد كلها هذا منطق الفجار منطق المسلمين منطق الإيمان لا هذا أخي أطع له إيده وهو عم بيحارب وعم بيقاتل ومع الكفار وصل لعنده بده يضربه بالسيف قال لا إله إلا الله ما تحق إلاك تقتله لأنه أسلم هاي فيها يعني حمال لكتير ناس ممكن تتعدى بالدماء وتصير تقتله حتى في بعض الروايات سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه فعلها نقل للنبي صلى الله عليه وسلم أن أسامة قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله قال أقتلته بعد أن قالها يا أسامة قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف قال أو شققت على قلبه يا أسامة أنت بتعلم بالغيب شو عرفك بلك يا أسلام حقيقة وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فقال استغفر لي يا رسول الله فكان عيسى صلى الله عليه وسلم يكرر وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة قال حتى تمنيت أني لم أسلم إلا يومها يعني يا ريتني أسلمت جديد أنا بعد هذه الحادسة لأن الإسلام يجب ما قبله في أمر دلم بأخير ببادئ أمر إذا كان هناك حال وتم قصف مكان معين للظلام ولكن كانوا احتمين بمسلمين هذا الأمر شفنا كثيرا بسوريا وبالتالي راح أبرياء وهذه الأبرياء مسلمين فهل الأشخاص الذين قاموا بهذا الأمر هم مضطرين على إذا ما قاموا ممكن يكون في إشكالية هذا موضوع هاي مسألي بالفقه اسمه مسألة التترس إذا تترس المحاربون الأعداء إذا تترسوا بأشخاص مثلا من المدنيين أو من المسلمين فإن كان يستطيع يعني ولو بمجازفي ولو ببذل الدماء من المجاهدين أن المقاتلين أن يحسنوا يعني يحاربوا هؤلاء الناس دون ما يسببوا الأذى للمدنيين ما بيجوز عند إذن أما إذا ما كان ما في غير هذا الحل ما في غير هذه الطريقة فعند إذن يجوز هاي مسألة تسمى مسألة التترس فالآن يعني مثلا بتلاقي بعض الناس في الثورات بيفتحوا معارك بمناطق يعني أول شي هني منا مختصين وليسوا عسكريين ولا عاملين أركان ولا شي فهو لأنه مثلا قائد مجموعة أو قائد فصيل بيقرر أنه هذا الحي أو هاي المنطقة نعمله جبهة وتتهجر الناس وتنقصيف وتنقسير وبعد ما بيطلعوا النسوان وتغتصب والأولاد تندبح ورجاله تنحرق وبعدين يعني بقول اجتهدنا وأخطأنا هذا ما اجتهاد هذا العزم يتحاكم هذا مجرم لأنك أنت أساسا لست أهلا للإجتهاد في هذه المسألة أنت ما استشرت أهل الاختصاص ولا أنت فتحت معرك إلى حالك يعني من عقلك من رأسك اي نعم أو لأسباب أخرى فهي المسألة يعني موضوع ما نسهل بده كتير تأني وكتير دراسي نعم يا سيدي حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاقي أخبرنا بن جريج جميعا عن الزهرية بهذا الإسناد أما الأوزاعي وابن جريجا ففي حديثه ما قال أستمت لله كما قال الليث في حديثه وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله يعني هاي روايات أخرى للحديث ليس فيها سيادة نعم الحديث اللي بعده أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره هذا غير حديث أن المقداد بن عمر أنا المقداد بن عمر بن الأسود الكندي وكان حديقا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بأنك حديث الليث نعم هنا في عنا عن أسامة بن زيد وهذا حديث بن أبي شيبة هذا مهم نعم أعطينا يا قال بعثنا عن أبي معاوية تلاهما عن الأعمش عن ابن طبيانة عن أسامة بن زيد وهذا حديث بن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروق فصبحنا فصبحنا الحروقات من جهينة يعني أغار عليهم فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعمته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلم حتى يقتله ذو البطين حتى يقتله حتى يقتله حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة يعني أسامة قال يعني بقول أنا بعد هذا الدرس قدوتي صار أسامة أد ما أسامة الآن حريص أنه ما يقتل مسلم إذا شفته عندما يقتل واحد أنا بقتل واحد يعني كأنه عم بقول إذا أسامة بعدها يقتل مسلم أنا بقتل يعني أنا ما أقتل مسلم ما بقتل مسلم نعم قال قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة هذا حدث فيما بعد يعني في زمن الخلاف الذي جرى بين الصحابة تكرر قراءة حديث لورا ايه بعده قال بعثنا سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينا فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يفررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم معاني الأحاديث مر معنى الحديث لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال اختلف العلماء في معنى أحسن ما قيل فيه ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما أن معناه فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد أن قال لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله وإنك بعد قتله أصبحت غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قول لا إله إلا الله قال ابن القصار يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك قال القاضي وقيل معناه إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم إنا فإذا هذا المعنى أنه أنت أيضا أصبحت مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم يا أسامة لأنك قتلت رجلا قال إله إلا الله فنحن نفهم منه أنه من يقول لا إله إلا الله يعني لا يحل دمه في الحديث الآخر لا يحل دمه مرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة نعم والنفس بالنفس إذا كان قاتلا طيب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاحة فليس منا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاحة فليس منا حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيا بن يحيا واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ما بعده حدثنا أكريمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا قاعدة مذهب أهل السنة والجماعة وهي أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويلين ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك فإن استحله كفر يعني حمل السلاح على المسلمين قال نالك يا أخي أنت وين طاحش هذول مسلمين أنت وين حلال قال هذول أتلون حلال هذا يكفر لأنه استحل دماء المسلمين أما مثلا كان متأولا أنا إلي حق عندهم أنا مثلا قتلوا واحد من أقاربي أنا فعل عنده تأويل لهذا الموضوع فإنه عندئذ لا يكفر فهو عاص ولا يكفر فأما تأويل الأحاديث أو الحديث فقيل ليس على سيرتنا الكاملة ليس منا يعني مو معناته أنه كافر وإنما ليس على هدينا ليس على سيرتنا ليس من يعني من جماعتنا نعم طب ما نبتني بحديث الغش ما غش ما غش معقول يعني هلأ واحد يعني معقول هلأ إذا واحد عم بيغش بشغلي مثلا بسيارة في أبويا ولا ما في أبويا ليس منا يعني كافر فات عنه موضوع الامتحانات شيء إيه الامتحانات لأنه هذا دائما أولونا يا كارل الأساد ونحن ما نرد عليهم بصراحة عارفاني أنه هاي تأويل أيها تطلعتوا على كلام النووي طيب يا سيدي بسم الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا أصابعه بللا أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال يعني المطار أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش من غش فليس مننا عليكم السلام حياكم الله أهلا يا دكتور تفضل سيدي بسم الله من غش فليس مني من غش نا فليس مننا حياكم الله يا دكتور محمد الله يبارك فيكم شرف سيدنا بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله أهلا 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 في الشباب تفضلوا أهلا وسهلا نحن عم نقرأ في صحيح مسلم لا معني سلم الله يحفظكم يبارك فيكم بدنا بس 15 دقيقة طيب سيدي إذن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يبيع صبرة طعام يعني طعاما مجتمعا يعني يباع بالكيل مثل اللي بيجوا من أهل الريف وأهل القرى فبيبيعوا شغلي مشايل طعام جاف لكن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فأصاب بللا فهذا بيعطي وزن زيادي يعني مثل في أشياء إذا ضفت له المي بزيد وزنه هي مفروض تباع جافي فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله يعني نحن جايبينه على الطريق نزل عليه الشتي قال أفلا أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني أو من غشنا فليس مننا قلنا مذهب أهل السنة والجماعة في أمثال هذه الألفاظ العامة ليس مننا المقصود ليس على منهجنا ليس على سيرتنا ليس معناه بأنه مثلا كافر أو أنه لا يدخل الجنة لا نعم باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوة الجاهلية هذا حديث يحيى وأما بن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ألثة الرواية اللي بعدها ما فيها فارق نفس السند اللي بعدها وجع أبو موسى حدثني أبو بردة ابن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لأنه في النزع يعني ميت فلما أفاق قال أنا بريء مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة والحالقة والشاقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة هاي الصالقة الحالقة اللي كانت قديما بيحلقوا شعر عند المصيبة والشاقة بتشق اتيابة من الحزن يعني من الزعل لكن هني يبدو أنه صارت عندهم مثل طقوس يعني صارت أنه نوع من التباهي والتفاخر حتى كانوا يستأجروا وكانوا يشيلوا حملان لبعض يعني قرأنا بكتاب مسلم لكن بغير هذا الكتاب في المفهم شرح القرط به أنه كانت تيجي المرأة أنه شعلت لها حملان أنه يوم اللي توفى جوزة إيجت هي ندبت عندي أنا واجبة أني روح أندب عندها نعم حتى أنه العرب بعضهم كان يوصي بذلك يعني أبو فراس الحمداني يقول أبو نيتي لا تحزني فكل الأنام إلى ذهاب قولي إذا ناديتني وعيت عن رد الجواب زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب قال لو أنت عم تبكي قوله أبي مات شب فهاي كلها لا شك هاي حرام يا أخوان أنه تشق التياب أو ترفع الصوت أو تحلق الشعر وحكى القاضي عياض عن ابن الأعرابي أنه قال السلق ضرب الوجهي وأما دعوة الجاهلية فهي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل يعني انكسر ظهري يا ويلي يا كذا هذا كله حرام طبعا الرجال ما بيقولوا غالبا النساء لكن نحن شو واجبنا أن ننبهون بطريقة لطيفة يعني بأسلوب أنه هذا حرام هذا ما بيجوز يا بنات يا أخواتنا يا كذا نعم هيك يتعذب الميت لأنه ورد فيه روايات أن الميت يعذب يعني ببكاء أهله نعم تفضل سينا عن عبد الرحمن بن يزيد وأبو بردة عن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق نعم هذا الحديث الأخير نفسه خذ لنا الباب الثاني بابه بياني غلظ تحريم النميمة نقرأ هذا الباب ونتوقف بابه بياني غلظ تحريم النميمة النميمة فيه فرق يا أخوان بين الغيبي والنميمة الغيبة تذكره كأخاك بما يكره أي شيء حتى لو كان صوابا إذا كان مانو صواب ما صار اسمه غيبي صار اسمه بهتان افتراء ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتان وإثما مبين أما الغيبي أصير طويل أصرع أصلاع فقير زنجيل أندبوري هاي اسم الغيبي أي شيء تذكر فيه أخاك وهو يكرهه فهذا الغيبة قال يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته لا شك هذا أحرامه أما النميمة فهي السعي بين الأشخاص بالنميمة بالكلام السيء للوقيعة بينهم سواء كان ذلك بالكلام أو بالرسالة أو بالمزح أو مثلا هيك يعني حركة بالرأس يفهم منا مثلا وقيعة أو هذا كله نميمة والنمام مثل ما تعرفوا لا يدخل الجنة نمام في رواية قتات نعم سيدنا باب غلظ تحريم النميمة باب غلظ تحريم النميمة حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغ رجلا ينم الحديثة فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام نمام نعم وبعده لا يدخل عن إبراهيم عن همام بن الحارف قال كان رجل ينقل الحديثة إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديثة إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات في بعض أهل العلم قالوا القتات يختلف عن النمام النمام يعني يسمع الحكاية فينقلها القتات يتسمعها يعني يبحث عنها ويدأدس ويدجسس ثم ينقلها فهو أشد خبثا من النمام وبعضهم قال النمام هو القتات هذا قول الإمام النووي رحمه الله أخذ كلام النووي ننهي به يقول بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث وسواء كان الكشف بالنكاية أو بالرمز أو بالإيماء فحقيقة النميمة إفشاء السر وهدك الستر أو هدك الستر عما يكره كشفه يعني أنا وأنت حكينا كلام في حديث قمت أنت أخذت هذا الكلام لا سمع الله نقلت إلى شخص ثاني أو ثالث أو رابع هذه هي النميمة فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة والله أنا شفته بالبنك اليوم بالكويت تورك عمالي يصرف عشرة ألاف دولار راح قال له له واحد رفيقه قال له لا تسد وهو أقول لك ما معه أنا شفته اليوم يصرف عشرة ألاف دولار هاي نميمة لا هوا مصلي نسان لا هيدا قولها إن شاء الله إن شاء الله هاي بتقولها أنت هاي فقط لأن هذك ذا السر طبعا المجالس بالأمانات سيدنا النبي صلى الله يسمى قال المجالس بالأمانات إلا مجلس يعني يهتك فيه عرض إنسان فمثلا لو أنت سمعت ناس عم يتآمروا على شخص بدون يقتلوا بدون يخطفوا بدون يهتكوا عرضوا هون فقط يعني يحرم عليك السكوت مع عدد ذلك المجالس بالأمانات يعني خاصة اللي هي بتاخد صفة الأسرار ما مثل هاي يعني هلا مبارح والله كنا قاعدين مع الدكتور أبو راتب وأخونا محمود وكنا عم نقرب صحيح مسلم ما فيها نميمي ولا فيها شيء لكن اللي بتاخد صفة سرية يعني صفة خاصة يصبح هتك هذا السر يعني من النميمي لكن هل تخط من المسمى النميمي يعني أنا كان عنده تصور أنه يسمى النميمي الإقاع بين الناس هلأ مثلا قد يكون هذا الموضوع يؤدي إلى نميمي مثلا يعني مثلا بجوز هذا الأخ له عليه مصاريه لكن هذا اللي عم بيحط المصاري بالبنك هدول ما إلو هدول أماني هدول أموال زكاة هدول أموال هداك الأخ اللي أنت نقلت له الكلام ما حيصدك يا أخي والله ما إلي أنا لا أنا إلي عليك ليش أنت ما عم تدفع أنت عم تروح تحط مصاري بالبنك هاي صارت نميمي يعني هاي غلطة صارت شفته عم بالبنك مثلا يعني خبرك والله عالم نميمي يعني لازم يكون فيها لها قصد سيح وإلا إذا يعني أي شيء شفته وحكيت فيه وصار نميمي معناتها هلأ هو هي بتصير نميمي لكن غير مقصودي يعني مثل ما واحد بيقع في الإثم أو في الخطأ من دون قصد لكن هي يعني بالمؤدة تسببت بوقيع بالطبع يعني إذا قالها بطريقة تسبب بوقيع إذا كان يقصد ذلك هاي جلستنا يعني آه هذوني شفتون عالين عنده أوروبي رحيح نسلي هذون جماعة محدثين ضدوا صوفي شوف هوني هوني صارت يعني صار فيها صار نميمي صار نميمي يبدو هيك والله أعلم والله أعلم يبدو هيك يعني هو الإنسان الميزان عنده هوي إنه أنا أخي هذا الكلام أحيانا الإنسان بينقل كلام غير صحيح ليوفق بين اثنين يعني أنا مثلا التقيت بأخونا عبادة عبادة في زعلة قدر الله بينه وبين تمام فأتلوا ما عم تشوف تمام أخي لا بدي شوفه ولا بدي لا تجيب ليه سيرته قدرت أنا شفت تمام والله شفت عبادة يعني ذكرك بخير وبحبك ودائما يعني سبحان الله ما جبت له سيرتك يعني شرح صدره مع أنه هذا الكلام مثلا غير صحيح لكن معفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هذا ضمن المعفو عنه من الكذب يعني نعم سبحان الله المهم أنك بعد عن المشاكل لأنه القضية التانية اللي النبي صلى الله عليه وسلم سمع فيها هو الكذب على الزوجة طبعا ما الكذب أنه والله مثلا يعني الكذب الصريح اللي تكون أنت بمكان تقول بمكان تاني لا مثل هذا مثل هذا واحد دقت له تصلت عليه مرت وقالت له وين أنت فقال له عند أمي قالت له ايه عجل لك لأنه أمك عنا عجل لك الله خفف عليه المهم أما مثلا هي قالت له أنه أكل الأختكت أطيب ولا أكلي أطيب لا أكلك أطيب يعني هذا هيك الكذب المسموح فيه اللي ما بيعمل بلى آخرت الليل يعني طيب نعم طيب هنا ينقل الإمام النوي رحمه الله كلام عن الإمام الغزالة جميل جدا قال وكل من حملت إليه نميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور أنا واحد وصل لنميمي أول شيء ماذا أفعل أن لا يصدقه لأن النمام فاسق والله سبحانه وتعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له هذا الفعل قال يا ابن الحلالك شو بدك انتهى الموضوع بالطريقة اللي ما يخصى فيه كمان هذا الأخ أحيانا هيك بوجهه ممكن يعني الثالث أن يبغضه في الله تعالى والرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء ما يصدق ويظن فيه وتتغير قلبه عليه الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك والله بدي أتأكد من هذا الموضوع اللي حكى فيه لا أنت مفروض ما تتأكد وتنسى الموضوع والسادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته إلى فلانين فيقول فلان حكى وكذا فيصبح هو أيضا نماما روح بقول له هداكي ترى إجا حكى لي عنك هيك وسأنا ما سداد أنا بعرفك ما بتحكيه ليه فهو شو عمل يعني نقل نميمته له نعم هذا والله أعلم إذا كان اسمك تماما فغير الإسم سنوطة بعد الشبهات والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب إجماعين جزاكم الله خيرا